السلام عليكم و تتبعي القناة و مرحبا بكم معي فيديو جيد اليوم ان شاء الله غنحطر معكم واحد المريقة كتجي رائعة وسهلة التحضير و كانت توجد في اخر اللحظات بالبسباس وبطاطة خليكم معي الى نهاية الفيديو كما شفتوا عندي هنا البسباس قطعته بعد ما نقيته و قطعته على جوج عندي جوج دروس ديال تومة عندي هنا ثلاثة دبطاطات متوسطين الحجم مقطعين مكعبات عندي عندي جوق صبور ام عدنوس عندي هنا يا خمستاش لرهم ديال لادان تم قطع الطريفات يمكن لكم الا عندكم الكفتاء او الا عندكم الدجاج و حتى لما متوفر لكمش كتجي هاد المريقة بالبطاطة كتجي دواز ديال البطاطة كي يجي رائع عندي واحد لبصلة متوسطة محكوكة مطايشة سوريز كيما شفتوا و لما عندكمش ديروا غير مطايشة صغيرة ما تكونش مطايشة كبيرة بالنسبة للتوابل عندي سكين جبير و لبزار و الخرقوم و الملحة و عندي زيت العود سفي هاد المكونات ديال هاد المريقة كتجي رائعة وسهلة تحضير كناخد طنجرة الضغط كندير فيها البصلة محكوكة كنضيف لها قصبور مدنوس و ديك مطايشة و التوابل حتى هما ستقوني هاد الوجبة هادي كتنفعني فاش كان خصوصا فاش صافي كيمشي عليها الوقت و ما عندي ما كان عارف ما ندير كانت تلف صافي كندير هاد الدواس ديال البطاطا كي ساهل تحضير و كيجي المدق دياله رائع بنين و زيلي هان البسباس تال البسباس كيجي المطايب في ديك المريقة كيجي المدق دياله زوين توا رائع و سهل تحضير باش انا كيعجبني ضغياء كتوجد هاد الوجبة ما كانا ما كان نحيير شراسي نتمنى حتى انتم ما تجربوها بالنسبة خصوصا بنسبة السيدات اللي كيكونوا موضافات كيد ركهم الوقت هاد الاغذيوه هادي ضغياء كتوجد او لا يمكن لكم ديروا احتفل عشا ما اللي بغيتو صافي كنضيف بعد ما كان نضيف هاد التوابل كان زيت لهم شوية الملحة و زيت العود و كان حطو فوق البطاطا حتى كيتشحر كتكت نزلي ديك البصلة تكت تقلى مزيان معاربة و ديك العطرية و كان نضيف لها الماء يكون طيب ولا يكون سخون مهم يكون سخون بعد ما تقلات البصلة كيما كتشوفو بالنسبة للماء على حساب الكيمية اللي عندكم ما تكتروش الماء باش كتجي ديك المريقة خاترة و كتجي زوينة نسيت ما ذكرتش في في الاول واحد المعين القاسة غيرا ديال مركز الطماطم هو اللي كيعطي دك المريقة كتجي خاترة و كتجي عاقدة صافي و كنضيف لها دوك طريفات ديال البطاطا قطعتهم و كعبت باش كتطيب ليا المرقة ضغية و كتجيب حلها بحل طريفات ديال الحم ديال الدجاج او لكويرات ديال الكفتا و لكويرات ديال الدجاج مهم اللي متوفر عندكم و كتلكم حتى إلا ما كاش متوفر كتجي لمريقة رائعة و كتجي لمدق ديالها بنين بديك البطاطا و بديك البسباس صافي بعد ما غادي نضيف البطاطا غادي نستفوق منها دوك طريفات ديال البسباس غي من الفوق باش ميت تحلوش و كيبقوشات ديال دك الشكل ديالهم صافي هادي نستفهم كما كتشوفو و غادي نسد عليها طنجرات ضغط كالطيب المودة ديالها ضغية كالطيب يا كوشيت ما شفتو ما كيخدش الوقت بزاف الطياب صافي من بعد ما غا نحل عليها الكوكوت كتوز ديك المودة ديالها كنحل عليها لقيتها بالنسبة لي انا هاد طنجرة هادي ما كتشرب لياش كتخليها ميها كما شفتو هادي نخليها فوق البطاطا كتشرب شوية تعقد ليالها سوس صافي و غادي نقدم معاكم هادي الطابق السريع و الرائع و المريقة خاترة صافي كان هز دوك الطريفات ديال البسباس و دوك الطريفات ديال الحم مع البطاطا كما شفتو و هادي هي المريقة اللي حضرت معاكم و صدقوني سريعة تتحضير و هادي كتنفع في وقت الحزة في وقت الواحد كيكون زربان هادي هي المريقة ديالها كتجي خاترة كما شفتو و الى اعجبكم هاد الفيديو بارتاجيوه مع الاصدقاء ديالكم و الاحباب ديالكم و الناس اللي مازل ما اشتركوش معايا كنقول لهم مرحبا بكم و الف مرحبا و الناس اللي عندي في القناة و ديما مسان ديني و كيش اججعوني كنقول لهم شكرا ل التعليق ديالكم و الشجاعة ديالكم باش كنزيد بها القدام و وصلت الى نهاية الفيديو هذا هو الطبق اللي حضرت معاكم نتمنى ان الاعجاب ديالكم الى وصفة اخرى ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة